رغم عبوره الخطوة الأولى صوب تشريعه ما تزال المحاذير تحوم حول قانون الموازنة إذ تنظر المعطيات بتمريد السقف الزمني لتواجد القانون تحت القبة التشريعية فالخلافات التي بدأت تشتد وطيرتها قد تكون معرقلا رئيسا للقانون وإدخال البلاد دوامة أزامات اقتصادية تأكيدات حكومية وبرلمانية على أهمية وجود موازنة في الشهر المقبل ترافقها اتفاقات سياسية على جميع الفقرات في مسودة العام الحالي باستثناء الاعتراضات على بعض من الفقرات الجدلية والتي تعمل الأحزاب على حصمها في الأيام القريبة ترتبط الموازنة بالتوافق السياسي كلما كان هناك توافق سياسي مررت الموازنة رغم كل الخلافات الدارة لكنها لن تتأخر كثيرا باعتبار أن هناك ضغط حكومي كبير وإصرار أيضا من أجل تمريرها في هذا الشهر أو مطلع الشهر المقبل البرلمان في أكثر من مناسبة وضح موقفه من تمرير الموازنة سريعا متى ما تكمل اللجنة المالية تدقيق ودراسة كل الفقرات بطريقة كاملة لعرضها للقراءة الثانية ومن ثم تحديد موعد التصويت عليها هناك إجماع أنه تمرر الموازنة لكنه في الداخل أكو خلافات غير معلنة بين الكتل النيابية كل من يحاولوا هيمن على حصة أكبر في وزارته العقبات الأساسية المطروحة هي أنه كيف ممكن تمرر الموازنة بثل السنوات كيف تستطيع أن تقدر سعار النفط هذه مشكلة من مشاكل المعاوقات النقطة الأخرى هو العجز الكبير الموجود الحاجة الاقتصادية لتشريع الموازنة قد تلزم جميع الجهات بتوحيد موقفها بعيدا عن الخلافات والأصوات المعترضة على مكاسبها وحصصها التي تسعى إلى تأخير إقرار قانون الموازنة اختصار الوقت لإقرار الموازنة مثل ما جاء في التأكيدات الرسمية يحتاج إلى إرادة سياسية ونيابية موحدة في عملية التصويت على جميع الفقرات من دون مشاكل أحمد ليث بغداد قناة الرابعة